جلسات التنظيف مش كلنا بنهتم بالجلسات والمفروض الجلسة تتعمل كل قدية وهل كل بشرة نفس المدة يعني واسه البشرة الضهنية زي الجفة دي كل أسبوع كل شهر وكده ولا برضه المدة بتختلف مع نوع البشرة هقول لها ذيك حاجة دلوقتي المسكات اللي بتتعمل في الجلسة دي كلها مسكات طبيعية يعني احنا ببنحطش كيميكليز يعني أنا ما بقشرش ما بعمليكيش ليزر ما بعمليكيش حاجات دي كلها أنا بعمل كلها مسكات طبيعية أول حاجة معانا لازم البخار أي وش ليه البخار اه أي وش لازم البخار يفتح المسام يفتح المسام وبيطلع البذور البيضة والسودة حاجات دي كلها مهمة عشان أنا قادر أن أنا ألاقي وشك بان قدامي فقدر أنضفه لك بالنسبة للجلسات دي لازم تتعامل كل شهر أقل من شهر لأما ينفعش ليه بقى؟ لأن أنت بتجهدي وشك كل شهر كفاية قوي أنك تعملي جلسة لمدة ساعة كفاية جدا أنت عادي تعملي مسكات في البيت الطبيعية اعمليهم نزل البحر نزل حاجة وعندك إفنت أوكي بس التنظيف اللي بالبخار اللي بنشيل الرؤوس السودة زي إبرة كده زغننة حاجات دي كلها بترهق الوش فما يفعش نعملها لك كل شوية بعد البخار وشيل الرؤوس السودة بتعملي ايه تاني في الجلسة؟ بعد كده لازم أحط ماسك الكولاجين وبعد كده فيه ماسك الكابسولة بنعمل ماسك الكابسولة ده بتحط في الحاجة اللي احنا عايزينها تمام السائل اللي احنا عايزينه فما بيطلع بيبقى عبارة عن فيس أنا وريته هنا قبل كده وبنحطه بحيث أنه هو البشرة كلها عامل زي القرس كده زي القرس بتحط في السائل بيروح بينفش كده تفتحيه يبقى عبارة عن ماسك كده مغطي العنين ومغطي الشفيف والكلام ده كله بعدها أنت سألتيني بقى السؤال كل بشرة نفس المسكات لا طبعا في بشرة ماينفع لهاش ماسكات معينة في الجلسة يبقى لازم أحط لها حاجة معينة في سكرابات معينة في ناس عندهم حبوب جمدة ماقدرش أستخدم لها سكراب خشن قوي تتعور فهمت زي بشرة الحساسة بالزبط ديرمارال مثلا ديرمارال ليها سنون معينة وليها كل واحدة ليها درجة يبقى لأ لازم أشوف بشرتك الأول ينفع معاها السنون التقيلة شوية أو الخف أو الوسط يعملي برضو ديرمارال كل ده بتبقى موجودة في الجلسة بخار ديرمارال الليزر بس الليزر مش الليزر اللي هو بتاع الدكاترة بيبقى فيه زي جهاز كده بيشيل الخلايا الميتة كده عبارة عن جهاز أبيض هو بيشتغل أورادي بالليزر بس بيشيل دايما الخلايا الميتة كل ده في الجلسة الواحدة ولا كل حاجة عشان كده بقولك ما ينفعش تتعامل غير كل شهر يعني صعب قوينا نعمل للك كل شوية ديرمارال دي برضو تبع الجلسة بالزبط بعملك الديرمارال ده بسائل معين آيل معين بمية الدهب بحيث ان هو يبتدي يحافز الكولاجين جوا وشك فزين بيسيب زي نوقات خفيفة على آخر الجلسة اوكي انا بحط لك كمان حاجات طبية بحيث ان انت وشك ما يلتهبش وبرضو بقفلك المسان بالرولة التلج طبعا كل الحاجات اللي في الجلسة دي صعب قوينا نعملها كل اسبوع مثلا لا هو كل شهر كفية قوي ماسكات الدهب بقى اغبارها ايه حلوة جدا بس لازم نجيب الحاجة الوريجنال لان دلوقتي كله بقى يقولك ده ماسكة دهب لا هو في حاجات معينة معروفة ان ده الوريجنال بتاعه لانت صعب قوي ان تحط اي حاجة على وشك دلوقتي البنات كلهم بيجروا ويجيبوا اي حاجة ويحطوها على وشهم وبعدين يحصلوهم مشاكل ويبتدوا يعالجوا المشاكل فاحنا جماعة اي حاجة في وشنا دوافرنا شعرنا جسمنا لازم ناخد بالنا احنا راحين فين وبنعمل ايه وعلشان ساعد بنستغلى بقى اماكن معينة فبنقول لا ادول غاليين خلينا مع الرخيص بس وما يعرفوش ان الماتيريا لنفسها وبعدين عشان كنا انا جايبا لكم المسكات الطبيعية مش هتكلف حاجة